واضح أن محور المقاومة انخرط بمواجهات مشتركة ليس في هذه المعركة فقط وإنما كان قبلها ما تعرضت لها سوريا من حملة إرهابية وحتى العراق العراق عندما تعرض لداعش العراق فتح أبوابه وانخرط الكثير من المستشارين من حزب الله من الجمهورية الإيرانية بالتالي هذا المبدأ مبدأ الوطني وديني وبكل المقاييس وكل المعايير أنه اليوم أي دولة عندما تتعرض إلى هجمة هذه الهجمة الإرهابية تطلب المساعدة والكثير من الدول لا تستحي عندما تطلب المساعدة وتطلب الدعم سواء بالسلاح أو بالمقاتلين موقف حزب الله واضح ما يريد أن تدخل الفصائل العراقية بهذه الحرب رفضة المساعدة لا ما ترفض المساعدة حزب الله هو جزء أساسي من محور المقاومة وهو منخرط بشكل كبير وتعتبر لبنان من أهم جبهات القتال مع الكيان الصهيوني وأعتقد أنه فيها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر